اشتركوا في القناة صدمة جديدة بغرق خيامهم بعد الأمطار التي عرفتها الجزائر بعد الخراب الذي أحدثته الفيضانات بالجزائر عبد المجيد تابون يتدخل أمر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تابون المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي وجاء هذا القرار إثر الإضرار التي أحدثها تحاطل الأمطار والفيضانات التي شهدتها معظم المدن الجزائرية في الآوينة الأخيرة وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفيضانات تسببت في خسائر مادية جسيمة تتمثل في غرق السيارات والمنازل وحوادث السير إضافة إلى خراب الخيام الخاصة بالمتضررين في زلزال ميلة نهيك عن بعض الخسائر البشرية الأمطار القوية تتسبب في دمار مخازن الصوجة بجيجيل خلفت الفيضانات والأمطار القوية التي شهدتها الجزائر يوم الاثنين أضراراً بمخازن الصوجة بمشروع تحويل البدور الزيتية نوتريس المتواجدة بمنطقة جيجيل كما خلفت أيضاً خسائر مادية فادحة بعدة ولايات إضافة إلى خسائر بشرية حسب معطيات أولية يشارع مشروع تحويل البدور الزيتية نوتريس متوقفة بها الأشغال منذ أزيد من سنة ونصف منكبوا الزلزال ميلت يتعرضون لصدمة جديدة بغرق خيامهم بعد الأمطار التي عرفتها الجزائر عاش يوم أمس الشعب الجزائري ليلة من الرعب إثر الفيضانات التي شهدتها مجموعة من الولايات وتسببت هذه الفيضانات في غرق المخيمات التي تأوي العشرات من العائلات المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية ميلت في غشت الماضي وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري المسؤولين من خلال التعليقات وانراهم المسؤولين رهم نخبين في فيلات وقصور نتوعهم علىه ميجوك يشوفهم راه يخدم فالحقيبة يجمع المال الباقي ويرجع لكم البلاد غير مطق القوش الوعود والأعانات راح لبنان كما عبروا عن استيائهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا نسأل من الله العافية والمعافاة والله معكم يا ناس ميلة الله يكون معهم إن شاء الله لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم حطت طائرات مساعدات جزائرية محملة بمئتان طن من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيقي في مطار رفيق الحرير الدولي وهي تقل أطقم طبية وجراحين وأفراد من الحماية المدنية وتأتي هذه العملية الإنسانية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون الذي أمر وبشكل فوري بتقديم كل المساعدات اللازمة للشعب اللبناني إثر حادثة انفجار مرفأ ببيروت وكانت سفارة الجزائر في لبنان قد أصدرت بيانا جاء فيه على إثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بالشعب اللبناني الشقيقي عقب الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت وبناء على توجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون وصلت إلى مطار بيروت الدولي أربعة طائرات إغاثة من الحجم الكبير محملة بأكثر من مئتان طن من المواد الغذائية والطبية والصيدلانية وخيم وأغطية يرافقها طاقم من الأطباء والجراحين وفرق الحماية المدنية يضمها خمسون شخصا وأضاف بيان السفارة أنه في الإطار نفسه ستبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات بمئات الأطنان من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ميناء بيروت والمناطق المتضررة من الانفجار واغتنمت السفارة الجزائرية هذه السانحة تؤكد مجددا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب أصر ضحايا هذا الحادث الأليمي معربة عن أملها في أن يتجاوز لبنان بلد الحضارة والرقي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها عاد الرئيس الجزائر عبد المجيد تابون إلى مهاجمة المغرب في حوار جديد مع صحيفة لوبينيون الفرنسية داعينا إياه إلى التوقف عن بناء قواعد عسكرية على الحدود الجزائرية وواصفا ذلك بالتصعيد وبعد حواره مع فرانس 24 قبل أيام الذي تحدث فيه عن العلاقات المغربية الجزائرية تطرق عبد المجيد تابون مجددا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وملف نزاع الصحراء ما يعكس حرص النظام الجزائر على توظيف ورقة المغرب في الفترة العصيبة التي يمر منها اليوم وقال الرئيس الجزائر إن بناء المغرب قواعد عسكرية على حدودنا هو شكل من أشكال التصعيد الذي يجب أن يتوقف مرادفا كان هناك دائما تصعيد لفظي وسياسي بين البلدين لكن شعوبنا إخوة ومتشابهة وزاد لدينا تاريخ مشترك وطويل ونحن جيران وكتب علينا أن نعيش معا وأضاف الرئيس الجزائر فيما يتعلق بنا ليست لدينا مشكلة مع المغرب ونركز على تنمية بلدنا لكن لا يبدو أن إخواننا المغاربة في نفس الحالة الثهنية ورغم أن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأخيرة باتت تعتبر الجزائر طرفا أساسيا في النزاع بحكم تمويل واحتضان البوليساري اعتبر تبدون أن هذا الملف متروك للمغرب للدخول في حوار مع الجبهة مضيفا إذا وافق الصحراويون على مقترحاتهم فسوف نشيد بذلك في مقابل ذلك أكد الرئيس الجزائر أن بلاده تدعم حركات الانفصال وقال في هذا الصدد الجزائر كانت دائما تدعم الحركات التحررية في العالم وتنبد الاستعمار ويعتبر الباحث المغربي في ملف الصحراء عبدالفتاح الفاتحي أن تصريحات الرئيس تبون بشأن القضية الوطنية هي محاولة من الجزائر للتهرب من مسؤوليتها كطرف أساسي في الملف مضيفا أنه بدل امتلاكها الشجاعة والدخول في حوار وجها لوجه مع المغرب تتهرب اليوم من مسؤوليتها الأساسية والتاريخية الواضحة للجميعين وأوضح الفاتحي في تصريح لهيسبرس أن اعتبار تبون ملف الصحراء بمثابة تصفية استعمار هو تدخل مباشر في النزاع في وقت صرح بأن الحل متروك للمغرب والبوليساري مشيرا إلى أن هذا المنطق هو الذي عقد وصول المبعوث الأممي السابق كوريس الكولر إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاعي وبخصوص استهلال ثكنة عسكرية عادية جديدة بعمالة جرادا قرب الحدود من قبل الرئيس الجزائر لتحويلها إلى قواعد عسكرية حربية كما ذكر في حواره أكد الخبير في شؤون الصحراء أن تبون حريص منذ وصوله إلى السلطة على تكريس المغرب كبلد عدو لبلده من أجل صب الزيت على النار في العلاقات بين الجارين عكس تطلعة الشعبين وأشار الفاتحي في تصريحه إلى أن الرئيس الجزائر عبد المجيد تابون يحاول تخفيف ضغط شارع الذي يواجهه عبر ورقة المغرب مردفا بأن القضية الحقوقية عادت إلى الواجهة بقوة في الجزائر اليوم وقبل أيام كشف فريق العمل للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي عن قراره بشأن الشكوى التي تقدم بها المعارض لقيادة البوليساريو فاضي البريكة ضد الدولة الجزائرية بسبب الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاعتقال غير القانوني لأكثر من أربعة أشهر على التراب الجزائر من قبل ميليشيات البوليساريو والأجهزة الأمنية الجزائرية بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان لساكنة مخيمات تندو لا سيما مشاركته في اعتصام أمام السفارة الجزائرية في مدريد للمطالبة بتسليط الضوء على مصير ابن عمه من قبيلة الخليل أحمد بريح المقود منذ اختطافه في يناير 2009 بالجزائر العاصمة من قبل المخابرات الجزائرية ترجمة نانسي قنقر